اكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب احمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الاسيوية خلال مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية والذي عقد اليوم في مدينة انطاليا التركية اكد على رفض التدخلات الخارجية بمختلف صورها في الشؤون الداخلية للدول لما يمثله ذلك من انتهاك لسيادة الدول مؤكدا في الوقت ذاته دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وحق شعب الفلسطيني الثابت في ارضه يأتي ذلك في اطار مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في مناقشة مشاريع القرارات التي تم طرحها خلال اجتماع المجلس التنفيذي المقدم من اللجان الدائمة بالجمعية البرلمانية الاسيوية حول مواضيع عدة سياسية واقتصادية واجتماعية ويواصل الوفد مشاركته في بحث القضايا المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية البرلمانية الاسيوية على مدار اليومين المقبلين بما يعزز من دور التعاون متعدد الاطراف بين البرلمانات الاسيوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة